اشتركوا في القناة نشري ذاك الحويجات اللي كي تكلوا في رمضان تقريبا هدوما الحويج اللي كندوز فيهم الدور في ديتسوير صراحة كانت مزيانة كان عنا بان سيناريو اكيب بروفشيونيل زيما الى كونديشون كانوا مزيانين كان كل شي دير مجهود لامل اكيب تكنيك وامل اكيب أكتستيك ولا في البروديكشون يمكن الحاجة الوحيدة اللي كانت شوية بنسبة لنا عن شالنج هي هو كوفيد كان خصنا ضروري نوقفوه التغناج حتى دازت الفترة ديال الحجر صحي عاتوا تاني عبدينها من جديد وكانت هذه كيه الحاجة اللي كان شوية صعبة كيف تحديد اختلاف؟ كان خصنا ضروري نوع من جديد أفضل جديد من الأطرحة الذي أتحدث في مدى النبي لأنني أريد أن أتحدث في جديد ويجب أن أتحدثي هذه النقطة تختلاف كبيرة وأن أتحدث عن أطارحة ما يقبل على الجديدة أتحدث عن الآخر مع المدى الخليل ما يجب أن يكون تحديد أن يكون كلمة دي المنافسة رمضانية ما كتعجبنيش بززاف كان فضله كان شي مهرجان كبير في المغرب هذه المناسبة هذه كانت واحد لمحاولات واحد الوقت بالتدهور اللي كانت قدرت ميتها الجامور ومن بعد ولت إلا بقيت عقلت نجمة بلادي ولاش عجب حلاكة نجوم بلادي مالوغزمون ما كمبلوش ما كنظن أن المنافسة ستكون في واحد الإطار بحلاكة مهرجان أو التدهورة اللي نحتفلوا بها الدراما المغربية ونقيموها ونعطيوه جوائز اللي يستهلها اللي كان مبدع أكثر في ذاك العام في ذاك الموسم ونشجعوه اللي يبعدي حسن ما ندخلو في منافسة يمكن هي منافسة دي القنوات ماشي منافسة دي الدراما زمام عباضياتها ما كنظن شأنه الدراما أن مسلسلات ستكون كالدبس مع بضياتها وللعندها شي منافسة مع بضياتها ما كنظن أنه القنوات اللي عندها المنافسة دي موسيقى 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 بصراحة لماذا بخلاص قاعد الناس اللي يمكن لأنه أصلاً الشخصية دي العبد الرحمة المجدوب الحقيقية هي كانت لا يتجزء من الموروط الحضاري الشفاهي المغربي والأشعر دياله قد حضرحت إلى يومنا هذا يمكن هذا سبب من الأسباب ويمكن أو تاني سبب أنه من العمل كان عنده واحد وحد إذا ما كان انتغيسونه موسيقى 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 أنا عندي تقريباً نفس بحال بحال في النمار ديالخدمة عندي بحال بحال ولكن يمكن درت الأدوار التاريخية بساف لأنه واحد الوقت كان تجاه إلى إنتاج مسلسلات من هذا الحجم على المستوى المغربي أو على المستوى العربي ولكن هذه مدة طويلة لا تدرت مستوى المسلسلة التاريخية من عمر بالخطاب للمرحوم حاتيم علي موسيقى ما عنديش باردة بشي شخصية محددة ولكن عندي واحد الحقبة اللي كتعجبني من خلال خلال الروايات من خلال الكتابات الأدبية اللي تكتبت على ذاك المرحلة وهي المرحلة دي الستينات ونهاية الخمسينات نهاية الاستعمار وبداية الاستقلال في المغربي ونظن انه عمل في هذه المرحلة كنت طمح ونحلم بشي شخصية من ذاك النوع فهذا الحقبة موسيقى 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 تتعرفي الى بغيران قيمة مسلسل خسنت سنوحتي حتي سليوا الحلقة تديروا كاملين وعدك ساعة نعطيه تقيمة كين تجاوب وكنضن تجاوب كان مع جميع المسلسلات اللي تبرزونتات اللي دازتت العام في رمضان غيكي بقى تقيم دي الالنجاح دي الهاتجربة هادي نديروها من انتصالي للحلقة تلاتين تقريب الاسبوع التاني مورا رمضان غادي نبدأ الجريبة جديدة شخصية جديدة في مسلسلات جديدة كنظن انها غادي تكون جريبة مو ميازة بالنسبالي وان شاء الله نعطيكم بلس دي تاي في الوقيت ما نقدرش نقول لك تيجي الوقت المتتبعين دينا متتبعين دينا متمنى انكم تكملوا أولاد المرصاح تلاخر لأن الأحدى ديالو جدا مشويقة وغدا وكتزد وممكن انتمنى ان شاء الله يعيش بكم ورمضان مبارك سعيد تزورون على صفحة رسمية ليلة مولاتي واتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد موسيقى موسيقى موسيقى